نروح بقى مع حضراتكم ليه الأندية الأكتر انفاقا في سوق الامتقالات الصحيحية جاي لك بقى في الأرقام بس أنا ايه يعني بسم الله ما شاء الله مش جاي لقل بقول المكلام ده بس يعني ماشي هديجي عن نفسنا تحديدا للأندية الكبرى في الدوريات الأوروبية الخمسة الأهم اللي طبعا واصلت إبرام صفقات لتعزيز صفوفها استعدادا للموسم الجديد 2022-2023 البريمير ليج بيتصدر قائمة الإنفاق على الصفقات الصيفية حتى الآن بإجمالي 448 مليون يورو بما يعادل حوالي 37% من إجمالي الإنفاق على الصفقات لجميع أندية الدوريات الخمسة الكبرى الإيطالي طبعا والألماني والفرنسي والأسباني اللي جات بفارق كبير خلف الدوري الإنجليزي وبلغ إنفاق أندية الدوري الإيطالي على الصفقات حتى الآن 284 مليون يورو وأكتر وكسور، الكسور دي برضو أنت بتعدي كسوماش يا جماعة والله 284.388 هو بقى شال الفاصل مليون يورو 388 ده رقم يا بي يعني وده يجي إيه جاب بالمليون ده يجي إيه جاب بال284 مليون يورو بالمناسبة الكلام ده بيشكل نسبة 23% من إجمالي الإنفاق 218 مليون يورو في البونزليجة بنسبة 18% 141 مليون يورو في الدوري الأسباني بنسبة 11% و 115 مليون يورو في الدوري الفرنسي بنسبة 9.5% كمان أندية البريمير ليج بتتمتع الحقيقة بسيولة ضخمة جدا من وراء عائدات حقوق البث التليفزيوني اللي طبعا بتوزع بصورة متساوية فضلا عن مجود نسبة مرتفعة من ملاك الأندية من أصحاب الثروات الهائلة ويمكن دي من ضمن الحاجات اللي خلت في الفترة الأخيرة أن صناعة كرة القدم إلى حد كبير تاخد شكل تجارة كرة القدم وبقت مسألة المعلنين والسبونسرز يعني بيها اليد العليا في كتير جدا من الأمور بما فيها بقاء نجوم متعودين نشوفهم في فرقهم من عدمه بقى كل ده مبني في الأول في الآخر على الأرقاء